اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الاهلي وانا تناول مع بعض صفحات السوشيال ميديا كتبت ايه وقالت ايه عن الاحداث خلال الساعات الاخيرة نبدأ مع بعض من حساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر نشر طلب وحيد من مسماني قبل بدء تدريبات الاهلي في الجزائر طيب هما بيتكلموا على ان بيتسو مسماني اكيد عنده مجموعة من الامور محتاج يشوفها خلال وجوده في الجزائر هل امور فنية هل امور ادارية امور لوجستية لا الراجل بيتكلم بس على فرض حالة من السرية الشديدة على تدريبات الفريق في المغرب قبل مباراة الاياب امام مفاقسته في يوم السبت القادم في اياب الدور نصف النهائي طبعا يكون فيه يعني سرية في مسألة التدريبات بس خلاص الفرقة كلها اصبحت كتاب مفتوح يعني كل فريق عارف الفريق التاني وابرز لعبيه ودلوقتي فيه حاجة اسمها سكاوتينج وتحليل بيانات وارقام اللاعبين فكل شيء اصبح مكشوف ومعروف يعني لسه اكيد يعني مسماني والجهاز الاداري عامل كل الترتيبات بخصوص هذه المباراة وان شاء الله الفريق يكون موفق في العودة من الجزائر بنتيجة ايجابية طيب حساب اليوم السابع بيتكلم على جلسات تحفيزية من كبار الاهل في الجزائر لمواجهة غدر الكورة صراحة الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك عامل عنوان جميل وكويس بيتكلم على غدر الكورة عارفين الكورة دايما بتحصل فيها مواقف سخيفة وممكن تبقى كسبان يعني لقدر الله لقدر الله شوفنا حتى ده في اوروبا كتير يعني فرقة ممكن تبقى كسبان اربعة وخمسة وتلاقي ريمونتاد أو قامباك بنتيجة غير متوقعة اخرهم كانت مثلا مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي لكن عنوان مهم جدا وابرس حاجة فيه فكرة الجلسات التحفيزية من كبار الاهلي موجود وليد سليمان مع الفريق في الجزائر موجود محمد الشناوي عدد من اللاعب ان شاء الله الفريق يكون يعني جاهز واتم الاستعداد لمواجهة وفاق ستيف طيب حساب يلا كورة فيه تصريح مهم جدا لداركو نوفيتش ومدرب فريق وفاق ستيف بيكلم فيه بيقول يعني من خلال حساب يلا كورة على تويتر كنا مستعدين لمواجهة الاهلي لكن الأخطاء الفردية في جماعة الخطوط أسرت علينا لعبونا عانوا من ضغط كبير أمام فريق كبير لكننا لن نستسلم ونسعى للفوز في الاياب بأي نتيجة والنهود سريعا كلمات تحفيزية وأكيد ما عندوش حاجة يقدر يقولها اللاعبته غير الكلام ده لكن إن شاء الله لعبت الأهل هتكون في الموعد يوم السبت في ملعب خمسة جولية طيب حساب دوري أبطال إفريقيا على تويتر بيتكلم على أن النادي الأهلي وصل للنهائي موسم 2019-2020 وفاز فيه على الزمالك 2020-2021 نهائي وفاز على كايزر تشيفزي في مركب محمد الخامس 2021-2022 النهائي وفي انتظار الطرفي المباراة والنتيجة الأهلي شارك بآخر نهايين للدوري أبطال إفريقيا وفي طريقه للنهائي الثالث المرد الأحمر بيقترب من كتابة التاريخ ودايما كل ما تبص في كتابة التاريخ هتلاقي النادي الأهلي بيفتح صفحات جديدة لهذا الكتاب اللي لولا النادي الأهلي الكتاب ده كان مقفول من زمان مش هتلاقي أي صفحة مكتوب فيها أي تاريخ لأن النادي الأهلي تاريخه عريق وكبير في البطولات الإفريقية بأرقام بعيدة تماماً أقرب المنافسين 14 أو 18 سيميفاينل بتوصل نهائي آخر مثلاً 6 سنين بتوصل نهائي 5 مرات أو 4 مرات من 2001 لغاية 2022 يعني على مدار 20 سنة أو 21 سنة بتفوز بدورة أبطال إفريقيا 8 مرات من أصل 10 مرات كلها أرقام محدش يقدر يحققها سواء دلوقتي أو حتى خلال الفترة القليلة القادمة سبورت الـ 68 مصرية بتكلم على علي معلول زهير أيصر لا هو هداف وصنع ألعاب أرقام مميزة للدول التونسي يعني معلول محلياً وقرياً مع الأهلي لعب مع الأهلي 132 مباراة محلية و64 مباراة إفريقية سجل مع الأهلي محلياً 23 هدف وسجل مع الأهلي في المباراة الإفريقية 12 هدف صنع مع الأهلي في المباراة المحلية 40 هدف أسست وصنع مع الكرة الإفريقية أو صنع في المباراة الإفريقية 16 هدف لذلك هو ليس ظهير أيصر ده هداف هو صانع ألعاب ربنا يحميك يا معلول أخرج للفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض وآخر فقرة معنا في برنامج الترند